جاء إلي واحد في المكتب مرتبش وقال لي أنا سافرت للدراسة وسكنت في عمارة وكان بجواري رجل وزوجته فجلست في هذه العمارة أربع سنوات وفي بداية الوقت راقبت هذا الرجل يعني روحاته وجياته وهذا يقول حتى إني أعملت علاقة مع هذه المرأة يقول طول أربع سنين وعلاقتي ماشي معها في الأوقات اللي يغيب فيها الزوج يقول تخرجت يقول يا بتخرجت وجيت يقول وأفتش لي عن بيت دين فأظفر بداية الدين يقول ولقيت يقول وتزوجت وسكنت في عمارة يقول ولب جنبي خمسة كلهم عزاء يقول خمسة ساكنون في شقة مجاورين للشقة إننا ساكنين فيها يقولوا ما ريعملون علاقة مع زوجتي إلى الآن ويقول بوش المخرج يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا تأف نساؤكم فأنت السبب وهذه عقوبة من الله جل وعلا فالشيء اللي أنت بتعمله مع محارم الناس سيعمل مع محارمك شئت أو أبيت شكرا للمسا شكرا للمسا شكرا للمسا